السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم الحد 23 ربيع الثاني 1440 هجرية الموافق لـ 28 نوفمبر 2021 ميلادية الخبر الذي نزل هذا هو حتى تساعد المقامة إغلاق الحدود المغرب مع جميع دول العالم فعلى حسب ما يكون في الإعلان فإغلاق الحدود يكون في اتجاه المغرب الى يعني كان اللي كتب الإعلان راح عارف انه كيكتب وعارف رسول المنك يوجه الكلام فعلى ما يبدو هنا يعني فالطائرات الرحيلات عادتكون ملغية فقط في اتجاه المغرب وماشي الناس اللي غاد يخرجوا من المغرب فهناك يقول لك بسبب الانتشار السريع للمتغير الجديد لفروس كورونا فخاصة في أوروبا وإفريقيا ومن أجل الحفاظ على المكتسبات والمكاسب التي حققها المغرب في مجال تدبير الوباء وحماية الصحة للمواطنين فقررت السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المغرب وشكرا مزاف للناس اللي كذلك خلوا لي التعليق ديالهم في اتجاه المغرب المملكة المغربية لمدة أسبوعين يعني يفهم هذا الاعلان هذا بأن الرحلات غادي توقف لمجال المغرب ماشي اللي خارجها للمغرب اتفقنا وذلك ابتدأ يعني النهار دي الغدا يعني الناس اللي بغي يدخل المغرب على شغالات عنده غير النهار دي الغدا ولكن اللي باقي مازال عنده غير يدخل المغرب فالساعة هذي والله اعلم كل واحد والضروف دياله هذا صعب شي شوي بالنسبة للجريدة دي الاسبريت عفتني نفس الكلام أفاد بلغ اللجنان بين الوزرية لتتبع الكوفيد أن السلطات المغربية قررت تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه في اتجاه المملكة المغربية لمدة أسبوعين يعني هذا الاغلاق هذا عاد يبقى مدة أسبوعين غير في اتجاه ديال المملكة أما الخروج على حساب ما هو مكتوبنا فبإمكان الطائرة تخرج ابتداء من يوم الغد لاثنين تقعد عشرين نومبر 2021 على الساعة الحادية عشر لليلين وتقعد خمسين دقيقة يعني ابتداء من الغد هذا القرار يأتي جراء التفشي السريع للمتحور الجديد للفيروس كوفيد وميكرون خاصة في اوروبا وافريقيا ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب يعني باش المغرب ما يوقعش فيه المرد يعني ما يبقاش يدخلوا الناس ولكن هي بإمكانه ما يخرجوا يخرجوا من المغرب القضية ده باب الناس اللي خرجت سياحة اللي هي فتسعة هذي خارج المغرب كيفاش غادي ترجع للمغرب هذي نقطة إلا كان هات الشيء دول اللي غادي تعمل يعني غادي تسمح بالرحالات اللي اللي خارجها من المغرب تخرج ولكن الدخول ما يمكنش فمعرفتش غادي عملوش يستثناء الناس اللي عندهم فيزا سياحة واللي متواجدين الآن خارج المغرب كذلك هنا العربية للطيران فعملتها تشيب بالإنجليزية والفرنسية فكتقول لك على حساب التوجيهات دي الحكومة المغربية بتداء من يوم الاثنين نوفمبر في الحداش وتعود خمسين دي الليل يعني إلا أو للمتجهة إلى المغرب سوف يتم تعليقها لمدة أسبوعين وبالتالي فكذلك نفهم هات الشهادة بأن الرحلات اللي مشى للمغرب اشتركوا في الفيات المغرب المتجهة نحو المملكة المغربية للمدة اسبوعين. مهم ما تشاهدك يتعود بريت غير نشوف واش كينا شي حاجة ديال الخطوط الملكية المغربية ولا لا. باش غير نتأكدو نتأكدو نشوفو ولكن رغم دالك فالمهم ما غادش نسبقو الاحداث ولكن شكنية الشركة ديال اللي غادي تبغي تهود من مدريد غير الخطوط الملكية المغربية لانها ديال المغرب وغير العربية لانها ديال نقولو ماتريكولا ديال المغرب ولكن واش رايان اللي غادي تبغي تهود لك من مدريد خاوية وتجيب الناس ما 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 لا يستطيع تحديد الوحيد لهم بحيات ويبريا اير فرانس لا يستطيع فرانسة امام ترانسابيا امامرات الطيران يدخلوا للمغرب خويا ويرجعوا بالناس هذا امر اخر لا اعرف ايش التطور اذا كان شي نتطور اذا كان مجرد دائما عديد القوافة للقناة. اه تعليق ديركم دائما مرحب بها. وشكرا بزاف زاف الناس اللي كتب على القناة وكتبارتاج. شكرا بزاف. و الى فيديو قادم ان شاء الله.